موسيقى أصعد الله مساءكم بكل الخير دأبه دأب أصحاب الرسالات جلت رسالته فما هانا ولا ضعفا مضى لا تأخذه في الحق والنور والعلم لوم تلائم فكان الأشرف والأنقى والأبهى كلمته نادت بها الملائكة وبدأت بها كل رسالة السماء أن إقرأ يسعدنا في هذه الندوة الحوارية بمناسبة عيد المعلم أن نرحب بضيوفنا الأكارب الدكتورة صديقة طربيع عضو المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين أهلا وسهلا فيك شرفتنا أهلا فيك وأيضا الترحيب بالدكتور صالح الأيوبي نقيب المعلمين في جامعة دمشق أهلا وسهلا فيك شرفتنا شكرا بداية نحن على أبواب عيد المعلم كل عام وانتوا بخير طبعا رسالة العلم أشرف الرسالات فكل الحب والتقدير لحامل هذه الرسالة مشاعركم ونحن نحتفي بعيد المعلم خاصة بعد سنواتين من العطاء على دروبي العلمي والعطاء دكتورة صديقة مشاعرنا نحن على أبواب عيد المعلم عطاء كبير من زملائنا المعلمين في هذه المناسبة الغالية جدا على قلبي وأكرر دوما وأنا المعلم ابنة المعلم وقد نشأت في بيئتي معلمين من أعمام وأخوال وزملاء والدي فكانت لهذه الرسالة قدسية قدسية مميزة وفي يوم المعلم بالذات كان هناك عيد كبير سواء على مستوى العائلي ولا على المستوى البيئة التي ربينا بها أو حتى على مستوى العمل في الجامعة ولا في نقابة المعلمين المعلم هو صاحب الرسالة الأسمى المعلم هو المربي المعلم هو الطبيب المعلم القاضي المعلم المهندس المعلم في كل مجالات الحياة نحن في التعليم العالي نخرج معلمين في كل المجالات لجميع هؤلاء ولبطننا الغالي ولقائدنا المفدع أقول كل عام وأنتم ووطني الحبيب كل عام ومدارسنا وجامعاتنا وطلابنا وأساتذتنا بألف ألف خير وألف خير كنت بخير دكتورة دكتور صالح طبعاً ظروف استثنائية حيث يعمل فيها معلمين على مساحة الوطن الحبيب معايدة نحن على أبواب عيد المعلم احتفاء بهذا العيد نطلع منك على واقع المعلم خاصة ضمن ظروف الحقيقة كلياتنا منعرفها ضمن الموضوع الاقتصادي وما إلى هنالك بالتي تمر بها البلد شكراً بداية كل عام وأنتم والسيد الوطن وجيشنا المغوار والجميع وأسركم وعوالكم بألف ألف خير ومعلمين على مساحة الوطن الغالي بألف ألف خير أنا بتشكر بداية زملائنا في القناة التربوي وزملائنا في الإعلام على هذه الدعوة الكريمة أهلا وسهلا فيك شكراً ونحن كما أسلفت زميلتنا دكتورة دكتورة صديقة نحن كمعلمين في مجال التعليم العالي طبعاً حامليه المشاعر النور ونحن كما صدق الشاعر وقال قبل المعلم وفيه التبجيلة كان المعلم أن يكون رسوله والحقيقة المعلم من فترات زميلة طويلة ولا حد الآن يقوم بمهام جداً صعب وخاصة نحن في الظروف المعيشية القاسية أنا أحيي كل زميل وزميلة عم يقوم بمهامهم على أكمل وجه بسنوات اللي مرت في البلد الظروف صعبة جداً وقاوموا كل المؤامرات طبعاً صف رديف كان لجيشنا الباسل المغوار صحيح وأنا هنا أترحم على الشهداء الأبرار والمعفاة الدائمة والعاجلة إن شاء الله لجرحانا إن شاء الله شكراً الله يسأل معك دكتور نات دكتور طبعاً عمل كبير تقوم به نقابة المعلمين وأنتي رئيس مكتب التعليم العالي هناك خطة عمل تقوم بها لخدمة زملائنا المعلمين لتطوير العمل لو تضعين بصورة هذا الأمر في الحقيقة نقابة المعلمين نحن على مستوى المكتب التنفيذي لا نعمل بمفردنا وإنما نضع خططنا انطلاقاً هناك تشبيه كبير منظومة كاملة لوضع الخطة ننطلق من أقوال وخطب السيد الرئيس بشار الأسد وخاصة ما يخص التربية والتعليم والمعلم ثانياً لدينا نتشارك بحال تشاركي مع وزارة التعليم العالي وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثالثاً أيضاً نستسقي خطتنا من خطة مكتب التعليم العالي المركزي في القيادة المركزية للحزب هذه من قول نحن ما هي مصادر خطتنا والأهم لدينا قانون نقابة المعلمين ونظام الداخلي وهو يتضمن بالتفصيل ما هي خطة نقابة المعلمين في مجال التعليم العالي نحن نعمل على عدة عنوين نعمل على أولاً على تطوير القوانين والأنظم الجامعي كيف نطور بالتشاركي مع فروعنا النقابي نقوم بدراسة ونضع رؤية معينة ونرفعها إلى الوزارة الوزارة وصحاب القرار نقابة المعلمين لديها ممثلين حسب قانون تنظيم الجامعات لدينا ممثلين في جميع المجالس والليجان بدءاً من مجالس الكليات وانتهاء بمجلس التعليم العالي مجلس أعلى التعليم التقاني وإلى آخر أنا بدي أحكي من هذا المخوار بشكل مفصل حول الخطة تحدثت في جانب هو تطوير القوانين والأنظمة بما يتوافق مع منظومة تطويرية لسوريا والعناوين التطويرية التي وضعها السيد الرئيس مع منظومة التعليم العالي وحتى المنظومة التربوية لأناك تجميك بين وزارتي التربية والتعليم العالي تماما أنا بس بدي نوه لنقطة معينة دكتورة بالبداية أنا عندي محوار كامل طبعا هذا الموضوع بموضوع المجالس بدي أحكي عن موضوع خاصة من خلال مجالسكم اللي بتحضروه بفروع النقابية بالجامعات أيضا الشعب النقابية منستشف ومنلاحظ طبعا من خلال جولاتك أنه شو هي العقبات خليني أقول أو هي الخطط اللي بيقوم بها مكتب التعليم العالي وتوزيه للفروع النقابية بالجامعات والشعب النقابية بهذا الإطار نحن نضع الخطط وبعناوين متنوعة تقر في المجلس المركزي لنقابة المعلمين بعد إقرارها توزع إلى الفروع النقابي والفروع تقوم بدورها بإعداد خطط مماثلة وتوزيعها للشعب والشعب تضع خططها إذن نحن نقابة المعلمين ليست عمل فردي إطلاقا هي عمل منظم هي أصلا اسمها منظمي منظمي شعب هو عمل منظم من خلال وحداتنا النقابية شعبنا فروعنا والمكتب التنفيذي المجلس المركزي والمؤتمر أيضا منظمة التعليم العالي لا يحكمها أشخاص نقول وزير التعليم العالي وهو الذي يقود هذه المنظومة ولكن من خلال المجالس العلمية المتتالي بالآن من مجلس القسم الكلية إلى آخرية حتى المجالس صحيح طبعا دكتور صالح جامعة دمشق جامعة عريقة فرع نقابة جامعة دمشق عدة خدمات بقدمة لزملائنا المعلمين بطلع على واقع عملكم وخاصة أنا بتبارك لك طبعا بالقريب كانت تسميتك كبير نقيب معلمي بجامعة دمشق الخطط والإطارات والخدمات اللي بتقدمونها زملاء أن المعلمين ضمن جامعة دمشق بداية أنا أنا بدي أتشكر القيادتين السياسية والنقابية على ثقتهم فينا باختيارنا بترميما لمكتب الفرعي بنقابة المعلمين بجامعة دمشق نحن مثل ما أشارت الدكتورة صديقة في عنا خطط يعني تقر في المكتب التنفيذي وهذه الخطط تأتي إلى المكتب الفرعي ونحن نقوم بدراستها وأحيانا يعني ممكن نضيف عليه بعض الشغلات طبعا نتو بصلب العمل ممكن أنه بعض الشغلات بتواجهوا بأرض الميدان الميلة للمكتب التنفيذي كما تفضلت نحن ممثلين بكافة المجالس الجامعية وأنا هنا أنتهز الفرصة كمان بوجه الشكر لزميننا ورفيقنا الدكتور وزير التعليم العالمي البحث العلمي والاستاذ الدكتور إيجام عدمشق كماني اللي يقوله في فترة قريبة جدا على تعاونه الجيد فعلا مدح إنما تعاونه جيد من الفرع عن نقاب المعنين بجامعة دمشق وتقريبا نلجأ إليه بكثير من الأمور وطبعا ضمن الإمكانيات عم نحاول نزلل هذه العقبات اللي عم تخضفنا نحن من خلال نحن طبعا فترة قريبة الآن كان في عنا مؤتمرات وحدات النقابية وما زال طبعا انتهت اليوم قريبا جدا ستكون مؤتمرات الشعب وبعده ستكون عنا مؤتمر الفرع تقييمك لموضوع الوحدات النقابية مثل ما تفضلت اليوم انتهت الوحدات النقابية بيستشفى كثير من الاجتماعات للوحدات النقابية بهموم إشكاليات اللي بيتعرض لزملائنا المعلمين وخاصة بموضوع الجامعات بحكم نحن إطارنا اليوم بهذا الموضوع تمام هلأ كنا ستبيل المسال كنا اليوم بعدت يعني عدت ما مع عدت وحدات نقابية نحن عم نلامس شعور زملائنا يعني عندهم أوضاع أكيد الأوضاع المعيشية هي أكيد الشغل الشاغل بالنسبة لكثير من الزملاء نحن بالتأكيد مثلنا يعني نحن جنود في هذا الوطن نحن نقدر بثير الظروف والضغوط المادي على النقابة المعلمين بجامعة دمشق الخدمات اللي ممكن تقدمها ضمن هذه الظروف مثلا موضوع الحسميات أو الجامعات الخاصة أيضا موضوع الصيدليات في حال أنه لسه كانت قيد التجهيز بعض الصيدليات هناك تعاون مع بقية الفروع سواء بالجامعة أو خارج الجامعة يستطيع الزميل أن يستفيد منها نعم صحيح متفضل يعني بالنسبة للخدمات ممكن تقدمها نحن كفرع جامعة دمشق وأن كنقابة معلمين خدمات عديدة يعني على سبيل المثال عندما تفضلت الموضوع الصيدليات رغم أنها لحاليا بالنسبة للفرع جامعة دمشق عمنا نحاول الصيدليات واقفة لكن قريبا جدا سوف تفتتح هناك تعاون مع الفروع الأخرى لتقديم زملائنا بالنسبة للموضوع الوصفات الطبية وإلى آخرين هناك أيضا مكرم من القائد المؤسس من التوجيه بالنسبة للتعاون مع مشفى الأسد الجامعي هناك تغطية كاملة صحية بالنسبة لزملائنا وأسرهم في مشفى الأسد الجامعي بالنسبة لزملائنا ضمن فرع جامعة دمشق أو ممكن يستفيد منها أي زميل ممكن أحيانا أحد الزملاء من الفروع أخرى ممكن خاطب مشفى الأسد الجامعي هو عفوا لزملائنا بفرع جامعة دمشق بالأساس يعني بدي عرج على موضوع دكتورة فيه دكتور صالح هو موضوع التعاون والحقيقة نحن نعمسينه جدا بين نقاط المعلمين المركزية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفاق هذا التعاون؟ أول شي خلينا نرجع شوي لقانون نقابة المعلمين نقابة المعلمين هي حال تشاركي مع الوزارتين وزارتين التربية والتعليم العالي وأشهد بالمطلق بأن هاتين الوزارتين متعاونتين جداً مع نقابة المعلمين وأتحدث عن وزارة التعليم العالي نحن ووزارة التعليم العالي في توافق دائم وخاصة فيما يتعلق بعض القضايا المتعلقة بزملائنا المعلمين في الجامعات وهمهم على سبيل المثال نحن أطلقنا عدة دراسات منها أريد أن أحرر شوي على التعليم التقانية قد يكون له محور خاص ولكن نحن نقوم بدراسة العديد من القضايا على سبيل المثال عددنا دراسي كان الدراسي شامل من خلال فروعنا الجامعية والمكتب التنفيذي وبمشاركة وزارة التعليم العالي على مستوى الوزارة حضر معنا معاون وزيره على مستوى الجامعات حضر معنا نواب رؤساء الجامعات وأعددنا دراسي حول معايير القبول في درجة الدكتورة وهي إحدى الدراسات اللي أخذت مننا جهد جميل وأثمرت عن ورقة عمل رفعت باسم نقابة المعلمين وبمشاركة كلها اللي اتحدثت عنه أنا وقررت بهيئة مكتب تعليم عالي مركزي للنقابة وروفعت للوزارة طرحت في مجلس التعليم العالي واليوم هي قيد الدراسي لإعداد النسخة النهائية هذا جزء وهناك الكثير يوميا تقريبا فيني إلك يوميا هناك مراسلات بيننا بين وزارة التعليم العالي وأتوجه بالشكر لجميع زملائنا من الوزير وجميع العاملين في الوزارة لأنهم يهتمون بدقائق الأمور التي نرسلها إلى ويتم الرد علينا مباشرة سواء كان هذا الرد إيجابا أم توضيحا لبعض النقاب نعم نقطة عامة بنفس السياق دكتورة يعني تمثيل النقابة دائما أولو دور فعال بهذا الموضوع هون موضوع تجاوب الوزارة بهذا الموضوع تمثيل النقابة لنقابة المعلمين بالمجالس وما إلى هناك واللجان المشتركة نحن منظومة التعليم العالي تخضع لقانون تنظيم الجامعات القانون 6 لعام 2006 هذا القانون وصف حضور نقابة المعلمين في المجالس واللجان الجامعيين ولكن بقول أنا نجاح العمل يتعلق أيضا بالأشخاص المتعاونين اليوم عميد كلية ضمن الكلية بمجلس كلية لدينا ممثل نقابة المعلمين هذا الممثل يجب أن يقوم بدوره وأن تكون كلمة النقابة قوية ومسموعة ومنطقية وأن يكون مزود بالقوانين والأنظمة النافذة ليستطيع أن أولا يساهم بجميع القرارات الصادرة ويشارك فيها وأيضا أن يدافع عن زملائنا بالحق أن يدافع عن الزملاء بالحق وأن يحفظ حقوق زملائنا النقابين بدأت بمجلس الكلية وصولا لمجلس الجامعة مجلس التعليم العالي ومجلس أعلى التعليم التقاني إذن هناك حالة توافقية بشكل عام على مستوى وزارة التعليم العالي وعلى مستوى رؤساء الجامعات أيضا أتوجه بكل محبي واحترام لجميع زملائنا في قطاع التعليم العالي في الجامعات وفي الوزارة نحن نقوم بزيارات دائما على مستوى المكتب التنفيذي نعمل بميدانية وليسنا ببرج عاجي نحن متواجدون دوما في الجامعات في المجالس بزيارات في زيارات خاصة بإشرافنا على العمل في هذا العام الماضي في عام 2021 هيك حبيت خبر شغلي قامت نقابة المعلمين المكتب التنفيذي بإعداد استمارات جدا هامة ياريتني معي هلأ نسخة منها لفرجيك العناوين التي تم العمل عليها دخلنا بدقائق الأمور في الفروع النقابي جميل لحتى للاطلاع أولا ولتوحيد آليات العمل ما بدي أقول أنا لتصويب أبدا هي توحيد آليات عمل سواء على صعيد الجانب المالي ولا الجانب خاصة نختلف هذا الموضوع بين المحافظات في جميع الجوانب في الإحصائيات ولاحظنا هناك بعض الإحصائيات في بعض الاختلافات بين إحصائية مالية وإحصائية تنظيمية كان الهدف توحيد هذا الموضوع إذن التوحيد وضبط العمل والاطلاع وتصويب بعض النقاط لذلك كان إلى أهمية كبيرة كثيرة بدي أرجع وقول نحن في ميدان العمل سواء عندما نزور جامعة نزور الإدارة ونزور المكتب الفرعي ونزور القيادة السياسية وهذه روعة نقابة المعلمين نحن ثلاثي مع اتحاد الطلاب نكون هذه المؤسسة الجميلة جدا التي تعمل بالتوافق والتناغب بين جميع الأطلاق تماما دكتور صالح يعني مثل ما تفضلت الدكتورة موضوع الانسجام هو صلب العمل وهو اللي بيعطيه الإنتاج الإيجابي الحقيقة الانسجام والتعاون والتشاركية بينكم وبين رئاسة الجامعة يعني دائما الفروع النقابية هي احتكاكها مع رئاسة الجامعة ضمن المنطقة نفسها تم نحكي عن هذا الموضوع بالضبط شكرا متفضلت زمانتنا الدكتورة الصديقة يعني احنا بالنسبة للجامعة دمشق يعني وتأكيد بناءنا اعتقد كمان الأمر هذا يسحب على كل جامعاته الأخرى فيه هناك لو لا هذا التناغم ما بين إدارة الجامعة وما بين نقابة المعلمين وايضا قيادتنا الحزبية وزملائنا الطلبي هذا التناغم عم يتم من أصغر مجلس إلى أكبر مجلس حتى بوزارة التعليم العالي مجلس التعليم العالي فهنا بنسبة للجامعة دمشق بالزاد كما أشلفت قبل قليل نحنا دائما خلال مجلس الجامعة ومن خلال المجالس الشؤون العلمية ومن الرجال الانضباط وكلنا ممثلين في هذه المجالس وهذه اللجان وهناك تناغم جدا كبير مع الزملاء نواب رئيس الجامعة والسادة العمداء والسادة المدراء الفروع طبعا جامعة دمشق لها ثلاث فروع كما تعلمون في فرع في سويداء وفرع في القنيطرة وفرع في درع وهناك كليات وفي هذه الكليات أيضا هناك وحدات نقابية وبالأمس أنا أسف على مقاطع دكتور بس للتوضيح هي وحدات نقابية تابعة لجامعة دمشق للفرع يعني أننا عمليا الجامعات أو الفروع الموجودة ضمن محافظة السويداء والقنيطرة ودرعة وحدات نقابية تابعة لفرع هي فرع لجامعة دمشق فرع درعة كليات درعة وكليات السويداء وكليات أمس بالأمس كنت أنا في زيارة كنا في المحافظة القنيطرة وكان هناك حضور جيد وزرنا السيد المحافظ كمان نشكره السيد المحافظ على دعمه لزملائنا في فرع درعة بالنسبة لزملاء النقابيين إذن مثل ما تفضلت دكتور أهمية الجولات الميدانية على جميع المناطق يعني دمشق مثل ما تفضلت بتلم عدة بتشمل عدد من المحافظات التي تابعة لفرع النقابة أيضا المكتب التعليم العالي بالمكتب التنفيزيو شامل جميع هذه الفروفة جولات الميدانية أهميتها بهذه الرؤية هناك دكتورة طبعا بدي يعرج على موضوع هو موضوع الخطط التي يقوم بها نقابة المعلمين وموضوع كان كتير مطروح هو موضوع سكن أعضاء الهيئة التدريسية هذا الموضوع الحاضر دوما وهذا الهم الدائم لنقابة المعلمين هذا السكن هو توجيه كريم من القائد المؤسس حافظ الأسد طيب الله ثراه بأن يؤمن سكن لائق هكذا جاء الترجيه تأمين سكن لائق لكل معيد عائد من الإيفاد وهذا بالتسعينات أعتقد في الأربع وتسعين القيادي القطرية أنذاك أصدرت قرارات تنظم هذا الموضوع هو ليس قرار وإنما هو توجيه كريم أصدرت قرار ينظم آليات توزيع السكن واجتهدت المؤسسة العامل السكن في بدايات يعني في التسعينات وفي بدايات الألفين وكان للمعلمين لعضاء الهيئة التدريسية حصة لا بأس بها اليوم وبعد الحرب هذه الحرب القاسية هذه الحرب المجرمة على سوريا التي استهدفت الحجر والبشر وهدمت الأبن وشردت وهجرت نجتهد ليعود هذا السكن لألقه الفرع الجامعي كل فرع جامعي هو يسعى مع المؤسسي العامي وفرع المؤسسي في محافظته نحن على مستوى المكتب التنفيذي وبتوجيه من القياد السياسي نعمل على الضبط نحن دورنا ضبط التوزيع والتواصل مع المؤسسي العامي لإسكان خلال وزارة الإسكان فنعمل إن شاء الله يعني بدنا نقول يكون هذا العام عام سكن عضاء الهيئة التدريسية نجتهد جدا ونعمل جاهدين وصلنا يعني عقدنا أكثر من الاجتماع ومع الفروع الجامعي وهناك دراسة أيضا طلبت لتعديل أو لرؤية جديدة لآليات التوزيع أيضا نحن اشتغلنا فيها مع زملائنا بالفروع الجامعي ورسلناها للجهات المعنية نعم بس بقول أنا ما زالت المؤسسة والوزارة الإسكان يعني بخيلي ما بدي أقول أكثر من هيك ما بدي أستخدم هي ممكن الظروف المخيطة لا لازم تكون هي كريمة أكثر على هذا الموضوع قد يكون هناك تقصير واسمح لي أقول تقصير معلش يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذا العنوان سكان أعضاء الهيئة التدريسية وبالإضافة لسكان لجميع المعلمين كمان أنا من هذا المنبر بمناسبة للمعلم خليني أطلق هذه الصرخة يا أخي المعلم بحاجة بحاجة لدام والمؤسسة تقوم بمشاريع مشاريع شبابية مشاريع ما بعد ليكون هناك مشاريع مخصصة للمعلمين رخصنا نحن في بعض الفروع رخصت جمعيات بس وقفونا ياهون الفرع أو فرعين وقفوا كل هالطراخيس ممكن موضوع الظروف التي تمر بها البلد مؤسر قد تكون ولكن خففت خليني أقول العجلة بهذا بتنفيذ هذا الموضوع على جميع المستويات نحن سأطلقنا صرخة على المؤسسة العامة للإسكان أن تزيد من عدد المشاريع وتضع خطط خمسية لكل جامعة وبجميع المحافظات لتخصيص هالزملاء هذور بسكر نعم بدي أعكي معك دكتور صالح بموضوع هو موضوع متل ما تفضلي في الدكتورة بموضوع التعاون تعاونكم مع موضوع الجمعية السورية للمعلوماتية جمعية التمييز والإبداع يعني دائما نحن زميلنا المدرس سواء بالجامعات أو المدرس هو مكتشف المواهب والإبداع بدي أعكي بهذا الموضوع بهذا الإطار شكرا كما تعلمون باسم الجامعات دمشق يعني فيها عدد كبير من الكليات والكليات العلمية والتخصصية أنا طبعا أنا أنتمي إلى من كلية الهمك الهندس الميكانيكي والكهربائي ولنا علاقة جيد وأنا حاليا باللجنة الإدارية للجمعية المعلوماتية السورية المعلوماتية وهناك خطط موضوع بطبعا من رأسة الجمعية لدعم المشاريع الطلاب طبعا الطلاب هناك مشاريع مميزة حقيقة يعني نحن على سبيل المساة في كلية الهندس الميكانيكي والكهربائي نحن الآن للعام الرابع على التوالي نقوم بمعرض المشاريع الإنتاجية وهذا المعرض تحت رعاية كريمة من رئاسة الجامعة وأحيانا من السيد الوزير تأمه شركات عديدة ويشارك فيه جامعات خاصة وجامعات أخرى الحقيقة حتى مركز البحوثة هنا وفيه لجان تقييم من هذا المعرض يعني لاحظنا تمام يكون فيه دعم بالنسبة للجمعية المعلماتية السورية تمام ضمن حدود معينة تمام ما أكيد المبالغ جوز ما تكون كبير كثير من المشاريع المتميزة ونقوم بضعم هذه المشاريع وفق أسوس وأولويات وعم تطلع ببعض المشاريع ولنا الفخر أنه في كثير من زملائنا من الطلاب عم تجي الشركات يعني بنهاية المعرض عم تتفي معهم حتى الشركات خاصة وعم تعمل عقود محهم يعني تماما الحقيقة يعني حقيقة كيف يكون شعوركم جميل بهذا الموضوع لما يكون عندي طالب متميز وعمل مشروع أو أبدع فيه وتبنته شركة سواء بالداخل أو بالخارج فعلا يعني يعني مو هي مجاملة أنه فعلا الدكتور أو أستاذ الجامعة أو الزميل طبعا نحن كمهندسين نحكي كهيئة تعليمية بشكل عام يعني كمهندسين وكذكاتر جميع نحن طاقم عمل واحد حتى النقابة صحيح يعني نشعر بالفخر والاعتزاز عندما يعني عملك أثمر عملك أثمر ولقيت ولا لاقى جواب أو قبول مو مجاملة إنما بسوق العمل عم تجي الشركات وبالعكس فورا عم تتعاقد مع هالزميلة والزميلة تتمنى المشروع وممكن تعمل من خطوط انتاجية فلذلك نحن يعني أنا أرجو ومبعث كان في محور آخر بالفضل يعني بالنسبة نحن أنا أثني وأشكر يعني وزارة التربية على القانون صدر أخيرا من نسبة التربية الصناعية صحيح وأنا على دراية وعلم ممكن حتى وزارة التعييم العالي سوف تخطو خطوات بهالاتجاه هذا طبعا ممكن نكون على أنه في عنا معاهد تقانية فممكن أيضا نستفيد يعني من ما آلت إليه وزارة التربية في مجال هذا القانون الأخير تجيع لزملائنا أو زملائنا تجيع وتحويل المدارس المهنية معترامنا لجميع طبعا أنه يكون الطالب المقطع تماما صار بمرحلة تأسيس بمرحلة مستقبل فهو قادر أنه يأخذ هذا الموضوع كمهنة ويأخذها كتعليم وينفذ على الأرض الموقع فممكن تطلع مشاريع متميزة ولننفخر نحن كجامعة دمشق وكل الجامعة من ما هو الانتقاص فيه كثير جملاء خرجين سافروا إلى جملاء أنا أذكرهم معلش في بعض أحد المهندسات يعني خريجة الهندسة الميكينيكية والكهربائية قسم الإلكترون وكان إن الشرف كنا كمان المدرسين لها المهندسة دينا قوتابي على مستوى عالمي يعني حتى رئيس الولايات المتحدة أنزاك باراك أوباما أهداها ميدالية ميدالية وكانت مركز الأول واخد جائزة مالية ضخمة وتعمل في معهد مسلسيشة بأميركا وفيه كمان نمثير عديدة يعني تماما قديش جميل دكتورتنا لما نحصد الدكتور أو المدرس بجميع المراحل ثمار عمله قديش هذا الشعور جميل وقديش دور النقابي بموضوع تكريم زميلنا المعلم والمدرس وحتى ابناءنا الطلاب بهذا الحصوص جعبالي رديلك السؤال فضلي قدي أنت بتفرح وقت تربي ابنك وبتتابع دراسته بتشوف هالولد اليوم صار شغلي كبير حتى على مستوى الطفولي لما بيروح على المدرس بيجيب جبلك جلاء أو يعني شغلي شغلي شعور وسعادي ما بينصفه نحن واكبنا طلابنا الدكتور حكى عن جانب جانب جميل جدا أن ترى من تربيهم أصبحوا علماء وأصبحوا في ميادين العمل وأصبحوا في المجتمع وهم وهم من سنعتمد عليهم وهم من سنعتمد عليهم هنا يأتي دور ربط الجامعة بالمجتمع نوه الدكتور ومر على موضوع التعليم التقاني أنا أحضر المجلس الأعلى للتعليم التقاني التي حاطت قدامها الأجندة هذه أجندة التعليم التقاني اليوم هاجس أصلا هاجس في التعليم وفي إن كان بالتربوي أو بالتعليم العالي هاجس تطوير التعليم التقاني وإقناع المجتمع بالتعليم التقاني لأنه تعودنا أن الطالب الفاشل نبعته على التعليم التقني على مدرسي صناعي ولا على ما بعرف اليوم نحن دورنا أولا نشرها الثقافي هاي ثقافة وإقناع الأهل والمجتمع بدور الإنسان المهني تماما وأنه لا يقول التعليم التقني لا يقول عن التعليم العام لا بل لديه فرص في العمل وفي ميادين العمل وفي المجتمع وهو منتج قد تفوق الخريجين الكليات التانية بالإضافة لحاجة لحاجة الوطن اليوم بدنا نقول نحن نحن الوطن خضع على حرب طاحنة نشوي تحدث عن استهداف الأبنية والحجر والبشر اليوم نحن بحاجة لمهنيين وتقنيين يكونوا هني رافدين للمهندسين رافدين لكل قطاعات المنتجي الانتاجي لحتى نعود ونعمل سويا على إعادة الإعمار في هذا الوطن وهون دكتورة تعريجا على موضوعك هو موضوع تعمل عليه رؤية جديدة بالوزارة التربية من فضل الدكتور ووزارة التعليم العالي نحن نقابة المعلمين اهتمت بالمعلم في التعليم التقني مو بس بالطالب نحن كنقابة معلمين مسؤولين أيضا عن المعلمين ومن خلال حضورنا ممثل نقابة المعلمين في المجلس لعلى التعليم التقني وجدنا أولا بأن جميع وزارات الدولي لديها تعليم تقني وليس محصورا فقط في التربية والتعليم العالم وهذه الوزارات لديها معاهد تقنية فيها معلمين هالمعلمين من خارج وزارتين التربية والتعليم العالي وبالتالي انتساب لنقابة المعلمين هو انتساب من قلهم نحن عضوية اختيارية نحن نشجر على الانتساب في هذه العضوية الاختيارية حتى يحصلوا على حقوق المعلمين بالإضافة لدراسة قامت بها نقابة المعلمين مع الفروع الجامعي وأقرت في هيئة مكتب تعليم عالي نقابي مركزي وبحضور معاون وزير التعليم العالي ونواب رؤساء الجامعات حول تعديل النظام الداخلي للتعليم التقني للمعاهد التقني برؤية جديدة وحديثة تعود بالفائدة على الطالب والمعلم وأيضا على المجتمع زائد كان آخر شي نحن تواصل مع الوزارة لأنه هناك مطالبة كبيرة كثير من المكرم الكبير من السيد الرئيس بالمرسوم رقمه 27 لأنصف معلمين التربويين لعطوا 40% للمعلم بالصف 10% للمعلم الإداري وحتى للمتفرغ بالنقاب والمنظمات والحزب نحن خاطبنا السيد وزير التعليم العالي هذا موضوع جدا يشغل بالنس أنه لاستصدار مرسوم مماثل أو قد يكون هناك بند نقدر نحن نصرف تماما أنا بدي تابع حوارنا طبعا معكم ضيوفي الأكارم لكن بعد مشاهد هذه الفقرة التي أعدها فريق العمل لنتابع معنا ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا وسهلا بكم بندوية خاصة عن عيد المعلم أريد أن أعيد ترحيب بضيوفي الكرام بالدكتورة صديقة طربيع عدد مكتب التنفيذي نقاب المعلمين شرفتنا ونورتنا أيضا الدكتور صالح الأيوبي نقيب معلمي جامعي دمشق أهلا وسهلا في جيكونا كنا نحكي بنقطة دكتورة هي موضوع الجامعات الخاصة هل هي تابعة لموضوع الموضوع النقابي متابعة نقاب المعلمين بالتوازي مع وزارة التعليم العالي في هذا الإطار المرسوم التشريعي الذي صدر عام 2013 والذي عدل به قانون نقابة المعلمين ونزام الداخلي تضمن في مواده على أن جميع العاملين في التعليم الخاص سواء على مستوى الجامعات أو المدارس الخاصة هم أعضاء طبيعيين في نقابة المعلمين وأيضا في مادة رقم 15 بتقول لا يجوز ممارسة مهنة التعليم لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ما لم يكن المعلم منتسبا لنقابة المعلمين جميل تحت هذا العنوان اجتهدت نقابة المعلمين لتنظم هذا الموضوع في الجامعات الخاصة لا نحكي فقط عن الجامعة نحن في المكتب التنفيذي قمنا بدورنا بتوزيع لدينا في سوريا 23 جامعة خاصة موزعين على محافظات القطر حسب التوزيع الجغرافي نحن خصصنا نقول الجامعات القريبة في ساحة دمشق والمحافظات القريبة منها حطيناهم تنسئل عنهم جامعة دمشق في كل محافظة هكذا نحن اليوم فينا نقول نجحنا إلى حد ما في هذه المهمة رغم تعنط بعض الجامعات أنا آسف على المغالب نحن اليوم باحتفالة عيد المعلم اليوم نحن بندوة بهذه المناسبة نحن عن دور متابعة نقابة المعلمين لإلزام الجامعات الخاصة بموضوع الحسمية لزميلنا المعلم يعني زميلنا المعلم اليوم يستفيد من خدمات كنام الكيفية فممكن للجامعات الحقيقة نحن وأنت ما بتعرفه والدكتور بيعرف ممكن للجامعات أن تلتزم بموضوع الحسمية يعني زميلنا المعلم اليوم هي أحد الخدمات التي تقدمها النقابة فهون يمكن دور نقابة المعلم بهذا الموضوع سأحكي بموضوع بجوز بعض لا يستسيغه من الجامعات الخاصة ولكن أنا أميني جدا لعملي ووفي جدا لنقابة المعلمين والمعلمين عندما صدر قانون 9 لعام 2016 الذي نظم خزان التقاعد المعلمين وهذه مكرومي كنا كبيرة جدا من سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وهنا سمح لي باسم كل معلمي سوريا أتوجه بخالص الشكر والتقدير والوفاء لك يا سيد الرئيس هذه مكرومي كنا نحلم بها منذ ربع قرن عشرات السنين إلى أن صدر هذا القانون هذه الخزانة كيف ستدعم؟ ما هي مواردها؟ إحدى هذه المواردها لن أدخل بها أنا بالتفاضل حتى لا أضيع الوقت إحدى مواردها 1% من أقصاد تسجيل الطلاب في الجامعات الخاصة إلى هذه الخزانة وهذه الأموال تحفظ وتعود لكل المعلمين في الجامعات الخاصة وفي الجامعات الحكومية ولجميع المعلمين في القطر العربي السوري في التعليم الخاص والعام بربع راتب عند إتمام الستين ومدى الحياة ويورث لعائلته إذن هو غايف الأهم هنا الجامعات الخاصة متعدت من هذا الموضوع لألك بصراحة متعدت من تحويل 1% من أقصاد الطلاب لصالح الخزان والبعض فورا بمحبة كبيرة تضامنوا وتحولون في هذه السنة وما يليها امتنعت العديد كثير من الجامعات عن حسم لأبناء المعلمين تحت حجة أننا نبعث لكم 1% من أقصاد الطلاب هنا أسمح لي وجه لداء اللي يصنعونا ويشوفونا إلى جميع الجامعات الخاصة هذا المعلم والذي اسمه معلم والذي اختار أن يسجل ابنه في جامعة خاصة لغاية أن يحقق له طموح في أن يدرس طبيب أو مهندس أو اختصاص لم يلقاه بعلاماته في الجامعات الحكومية هل تعتقدون بأن هذا المعلم هو ثري أبدا المعلم هو إنسان مناضل ومكافه قد يكون قد باع أرضه أو بيته أو باع مدخراته أو مدخره من ذهب لزوجته حتى يحقق طموح أن يعلم ابنه أرجوكم أن تعودوا لحالة من الإنسانية وحالة وجدان جميل وحالة تضامنية مع جميع المعلمين وأن نعود لحسن بسيط هو 10% كنتم تحسمون 10% لأبناء المعلمين نعم دكتورة نحن كمان منضم صوتنا طبعا لصوتكم من منبرنا هذا دكتور مثل ما كانت تحدث الدكتورة موضوع دور هام جدا للوحدات النقابية في الجامعات الخاصة يعني أنا بدي أخذ منك فكرة عن هذا الموضوع عدد الوحدات النقابية الموجودة ضمن الجامعات الخاصة ودورها فعلا يعني في هذا الإطار اللي عم تحكي فيه الدكتورة شكرا على السؤال نحن بالنسبة فيما يتعلق بجامعة دمشق طبعا حوالي نحن 15 جامعة تقريبا تابعين إنا على امتداد دمشق وريفا محفظ دمشق وريفا وهناك حاليا هناك وحدتين عملتين في الجامعة السورية الدولية لعنوم التكنولوجيا الـ IUST وعند في جامعة القرمون هناك وحدات نقابية للزملاء في هاتين جامعتين وقريبا جدا حيتم إحداث وحدة نقابية في جامعة الشام الخاصة وطبعا عندما يسمح العدد الكافي هناك عدد معين لإحداث جامعة ممكن نحدث وحدة في حال عفوا وحدات يعني ممكن نحدث وحدات في حال ممكن ندمج عدة جامعة موضوع بعض ونعمل وحدات نقابية الجملاء ما عم يقصروا حقيقة بالنسبة للزملاء أنه لو سأل وحدات نقابية في الجامعة الخاصة عم يحاولوا قدر إمكان يعني متابعة من اسمه للدفاتر الصحي متابعة للإصبات إلى آخرين بس موضوع ما تفضل الدكتورة يعني أنا نضم صوت إلى صوتها ونضم رجاءا شديدا أنتوا بالنهاية زملائنا وأغلبيتهم كمان زملاء يعني أنه كانوا في بعض منهم معلمين يعني نرجو الشعور خاصة في الوقت الحالي بالغلاء الفاحش والأسعار الملتهبة ووضع الاقتصادي ووضع الاقتصادي أنه رجاءا يعني يكون لفتة حلوة لفتة كريمة وخاصة في هذه المناسبة يعني هناك لفتة كريمة تماما لفتة معلم يعني يرجعوا ينفذوا الحسم لزملائنا أولاد معلمين بس تنويلي هذا الموضوع ما في شيء ملزم بهذا الموضوع بقرارات مزارة التعليم العالي أو النقابة ممكن يكون في اجتماع بهذا الخصوص مع وزير التعليم العالي وما إلى هناك من أصحاب القرار بهذا الأمر حسب معلوماتنا لا يوجد لا يوجد نعم فحنحاول نحن نطرحها ممكن قريبا أسف على المقاطعة بالقريب هناك مجلس مركزي لنقابة المعلمين موجود القيادة السياسية موجود سيد الوزير ممكن ينطرح بشكل فعلي هذا الموضوع وإلزام موضوع الجامعات الخاصة بهذا الإطار تماما دكتورة طبعا نحن دائما بأعجب بدي أحكي عن الجامعات الخاصة كلمة أولا بدي أكد أنه ما في ما في أي قرار من وزارة التعليم العالي بإلزامهم ولا عند إحداثهم هاي واحدة اثنين نقابة المعلمين لم تقصر وعدة مرات أرسلنا كتب ولكن لا سلطة بما أنه لا يوجد تشريح وبالتالي ما في إلزامه بس في شغلة دكتورة توضيح يعني ليكون واضح بالنسبة لزملائنا المشاهدين ولا حتى بالنسبة لأصحاب القرار بهذا الموضوع هو موضوع طلب أو إقرار بموضوع أو اجتماع خليني يقول بين المسؤول عن التعليم الخاص أو الجامعات الخاصة نقابة المعلمين ووزارة التعليم العالي في إقرار هذا الموضوع هو لا يوجد إلزام بهذا الموضوع لكن مثل ما تفضلت دكتور وتفضلت دكتور المجلس المركزي لنقل هموم ومشاكل قادر على هذا الموضوع لأن عدد الطلاب الموجودين لا يشكلوا عبء بهذا الحسن وحسن 10% و20% وتفضلت بنقطة كثيرا هامة جدا دكتورة أن الطالب اللي يسجل بجامعة خاصة هو ليس ثري هو يحتاج إلى اختصاص معين عن رغبة أو عن أهمية أو عملوناها هناك طبعا الحديث جدا يطول أكيد نحن نصدفكم بددوات موسعة عن عمل النقابة وما إلى هناك في شغل أنه كمان للمعلومة نحن لدينا ما بس وحدات لدينا شعب نقابي في أحدى الجامعات الخاصة جميل جدا نحن جامعة الأندلوس خليني يسمي معلش لأنه كثير جامع يعني فيني أقول هلأ صار عدد الجامعات المتعاون كثير كبير الحمد لله فيني أقول كل الجامعات صارت متعاون وهي بشرة جميلة لك أن صاف عدد من الوحدات بحسب يعني قانون النقابي أحدثنا شعب نقابي نعم طبعا بآذار بطعانا قايد المعلم مع عيد الأم في آذار بطعانا قايد المعلم مع عيد الأم طبعا اليوم سواء الأم مدرسة معلمة بأي ميدان عملي بأي ميدان تربوي هي قائد هي مدرسة لحكي بهذا الإطار لزملائنا المعلمين لأمهاتنا على جميع مساحة الوطن عندك دكتورة الأم سوريا والأم الأرض والأم المناضلة والأم أم الشهيد الأم المعلمة والمدرسة والمهندسة والتي تعمل في الأرض والأم سيدة بيتها الأم السورية أسطورة هذا القرن اليوم وبعد هذه الحرب وخاصة الحرب الاقتصادية ما زالت منازلنا منارات إشعاع وما زالت بيوتنا نقول عائلاتنا مستورة الأمهات المدبرات بالقليل من المال وبالمداخل القليلة جدا ومن حشائش الأرض ومن ما تنتجه في الطبيعة تربي أبنائها لا بل تتابعهم في التعليم وتتابعهم في الدراسات العليا أم الضابط وأم الجندي وأم الشهيد ماذا أقول لهن؟ لكون مني كل المحبة والاحترام وكل عام وأنتنا وعائلاتكم بألف ألف خير كل عام أنت بخير دكتورتنا أما ومعلمة ومدرسة نورتنا بحضورك أيضا دكتور صالح كلمة لزملائنا المعلمين وخاصة أنت ابن السلك التعليمي والتربوي وخاصة ضمن ظروف معينة هو مساند دائما وهو رب الأسرة بجميع فئاته وأطيافه شكرا بالتأكيد نحن اللبنة الأولى بكل أسرة هي السيدة البيت هي السيدة الأم هي الأخت هي الأبن هي البنت عفوا هي كل ما تعنيه الكلمة كل ما تعنيه كلمة وكل معنى فبناسبة عيد المرأة العالمي وقريبا عيد الأم نتوجه بالشكر الجزيل لسيدات هذا الوطن على مساحة الوطن ونحييهم نحيي صمودهم نحيي التربية كما أسلف تحدثنا أنه فعلا لو لا هذه الأم التي حافظت على أولادها وحافظت من خلال أولادها على هذا الوطن وعلى تراب هذا الوطن وعلى إنجازات هذا الوطن ألف ألف تحية لهن في عيدهن وأيضا لشركاء حياتهن لنحن الزملاء المعلمين وكل أبناء هذا الوطن وجيشنا المغوار وسيد الوطن كل عام أنت بخير نورتونا طبعا بختم ندوتنا الغنية مع ضيوفي لأكارن أريد أن أشكر حضوركم نورتونا الدكتورة صديقة طربي وعند المكتب التنفيذي لنقابة المعلمي كل عام أنت بخير كل عام أنت بخير وأنت المعلم والإعلام الرائع كمان نحن نتشكرك نتشكر هذه المحطة الرائعة التي نعتز فيها رغم دعوني أسمح أقول التي رأيته اليوم هذه الإمكانيات البسيطة المتواضعة تقدموا وتنجزوا كثير التحيي لجميع العاملين في هذه المحطة التي نعتز بها الله يسلمك والشكر موصول لك الدكتور صالح الأيوبي نقيب معلمي جامعة دمشق لو سهلا فيك شكرا لكم شكرا لوزارة التربية شكرا لوزارة التعييم العالي شكرا للعاملين في حق لي الإعلام وأيضا شكرا للمحطة التربوية وبنات الأجهال ألف ألف شكر لكم بدأت شكر حضوركم دكتورتنا دكتور صالح كل الحب والإجلال والتقديل للمعلمين كنتم وستطبقونها البناتة الحقيقيون للإنسان بديتوجه بالشكر لجميع القائمين على هذه النوضة بمناسبة عيد المعلم في الإعداد غالب السليطين والإخراج ديانا قطيني كنتم معكم بالتقديم والحوار كتيبة درويش والشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر